أذهب سريعا إلى مراسل القاهرة الأخبارية في أنقرة زميل عمر أحمد عمر ما يقدر أو يعتقد الآن بحجم الخسائر التركية جراء هذا الزلزال هو فقط قمة جبل الجليد على اعتبار أن الأزمة في بدايتها لكن مع هذه البدايات هل برأت أنقرة التفكير في حلول لهذه الأزمة؟ في الحقيقة أحمد لم تفكر أنقرة بعد أو على الأقل لم تصرح بهذا الأمر ولا يعتقد أن تفكر بهذا الأمر حتى بعد الانتخابات حقيقة لأن الإدارة الاقتصادية في البلاد كانت تطبق برنامجا اقتصاديا موجه باتجاه الانتخابات فما بعد الانتخابات كله سيكون مختلف تماما عما قبل الانتخابات ولكن جاء هذا الزلزال وقلب كافة الحسابات حاليا الكثير من المراقبين الاقتصاديين المحللين والاقتصاديين الأتراك كانوا يحسبون عن الفاتورة الثقيلة للاقتصاد التركي جراء السياسات الاقتصادية المتبعة فما بالك الآن مع هذا الزلزال الكبير الذي سيضيف فواتير كبيرة جدا حقيقة على الاقتصاد التركي الذي هو في الأصل منهك عاليا من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها وارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى المشاكل الكبيرة الديون الموجودة العجز التجاري الخارجي وكل هذه المشاكل متراكمة فوق بعضها كل ذلك كان من أجل الانتخابات ولكن الزلزال حقيقة خلط الأوراق بشكل عجيب جدا والجميع الآن ينتظر على الأقل انزياح غيمة هذا الزلزال حتى تتضح أكثر قليلا الصورة على الجانب الاقتصادي للبلاد طب عمر كان من المفترض أن يتم انفاق حوالي 4 مليارات و600 مليون دولار هي حصيلة ضريبة الزلزال وهي الضريبة التي تم فرضها منذ زلزال اسطنبول في عام 99 حتى الآن لم نسمع تصريحات عن وجود هذه الأرقام أو بدء انفاقها لا على لسان نائب الرئيس فؤاد أقطاي ولا على لسان سلمان سويلو وزير الداخلية الذي تحدث اليوم إذن المعارضة لديها حق في أن تتسائل عن هذه المبالغ أشكرك أحمد على هذا السؤال في الحقيقة الرقم أكبر من 4 مليارات بكثير ويصل إلى حدود 40 مليار دولار تقريبا ضريبة الزلازل التي تم جمعها منذ أكثر من 20 عام ولكن المعارضة التركية دائما تتساءل أين هي ضريبة الزلازل التي من المفترض أن يتم انفاقها عند حدود الزلازل جاءت الأجوبة من حكومة العدالة والتنمية بأننا قمنا بإنشاء الطرق قمنا بإنشاء الجسور قمنا بإنشاء البنية التحتية وما إلى ذلك وهذا يعني أن ضريبة الزلازل قد أنفقت أنفقت في أمور غير الزلازل ولم يتم ادخارها أو وضعها تحت خدمة متضررية الزلازل لذلك هذه النقطة بالذات هي مصدر انتقاد كبير ومستمر ودائم من قبل أحزاب المعارضة لحكومة العدالة والتنمية حالة الطورة المعلانة الآن لمدة ثلاثة أشهر ستنتهي قبيل الانتخابات الرئاسية إلى أي مدى في هذه الفترة الزمنية ستستخدم الحالة الموجودة الآن سياسيا سواء من قبل المعارضة أو من قبل الحكومة؟ المعارضة التركية لا تستطيع أن تستخدم حالة الطوارئ حقيقة أحمد من يستطيع استخدامها هي الحكومة التركية الحكومة التركية يمكن أن تفرض أي شيء حاليا في المناطق أو المدن العشرة التي ضربها الزلزال والتي تم فرض فيها حالة الطوارئ على سبيل المثال يمكن منع الحملات الانتخابية للمعارضة في تلك المناطق تحت أي ذريعة لا تهم الذريعة في هذا المجال يمكن منعها يمكن استخدام القوة بعملية مصادرة الحريات كل ما يمكن كل ما تريده السلطة يمكنها أن تفعله دون الرجوع إلى البرلمان ودون سؤال أي أحد ضمن حالة الطوارئ لذلك كان هناك بعض الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة لفرض حالة الطوارئ في هذه المدن بأن الدستور التركي فيه المادة 116 ينص على أن الحكومة التركية يمكنها أن تقوم بعملية الإنقاذ أو عملية جلب كل المعدات وكل فرق الإنقاذ المطلوبة وحتى شرائها عنوة من أصحابها كذلك تملك الحق في ذلك في أثناء الكوارث ولكن لم تطبق هذه المادة بل اختارت السلطة تطبيق حالة الطوارئ أشكرك مرسل القارئ الإخباري في أنقرة زميل عمر أحمد